إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من ليهم رأي العين والله يؤيد بنصري من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبدين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنفئكم بخير من ذلكم للذين نتقوا عند ربهم دل الناس تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وأزواج مطهرها خالدين فيها وأزواج مطهرها ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أصابرين والصادقين والقالفين والمنفطين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن نذيل عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن أجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأممين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعبادة إن الذين يغفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشدهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألا ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم مما كانوا يفتغون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تددقوا منهم تقاه ويحذرهم الله نفسا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توتلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرهم الله نفسها والله رءوف بالعبادة قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذدية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رغب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رغب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مرجم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها رغبها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لذنك ذرية طهبة إنك سميع الدعاء فنادده الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحياه صديقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عافل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم بنتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك إلا هو يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد دئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأولون وما تتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدق لما بين يدي من التوراة ولنحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فقتقوا الله وأطيعون إن الله رغبي ورغبكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمننا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاترنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوى وفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علموا بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعقنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب ما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنزيل إلا من بعده أفلا تعطلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هو هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودد طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تدكرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباقل وتدكمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد من ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيب الله يؤتى من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ترجمة نانسي قنقر